اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقنعتني ان انا نجي مصر يعني فبدأت عامل اتعارف بقى بيني وبين الملحنين والمؤلفين فكان في يوم كنت معزوم في عيد ميلاد الموسيقار فاروق الشرنوبية وكان حاضر في اليوم ده المخرج الكبير الاستاذ حسين كمال كان حاضر وكان موجود الاستاذ سامي العدل فالأستاذ سامي العدل عارفني اي فخالد يا جماعة ده صوته جميل قوي وكده فالقاعد جنبه والأستاذ حسين فقام بصيلي كده استغراب يعني انت مطرب قلت له اه قال لي اسمك ايه قلت له خالد عجاج قال لي كمان عجاج وبشنب وشكل يعني انت هتطلع تخض الناس ما حاجة من اتنين لات غير اسمك لا تحلقش انا بك فايه العزيز بقى على الواحد يعني هو اقنعني اوه في اليوم ده اقتنعت لا هو انا مش اقتنعت انا اتهزقت في اليوم ده جامد اوي وكنت بقى بيشتغلوني بقى في القاعدة كلهم يعني وسامي العدل ها ابو شنب ايه مش هكده الجو ده قررت في ليلة هتحلق لا يوميا بقى جات مراتي ومدير اعمالي ايامها وبتاع احلق شنب لازم فجأة كده لازم تقرر فجأة بعد ما حكيت لهم اللي حصل هم بقى مسكنها حكاية بقى طول الليل فاتجرأت اوي بقى وقمت قايم حلق شنب ايه وكانت الصدمة هنا بقى لقيت واحد تاني انا معرفوش في المراية اه اه سئلت اوي شنب ايه شنب ايه شنب ايه شنب ايه شنب ايه